الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فما أجمل العيش مع قصص كتاب الله تبارك وتعالى لا سيما فيما يتعلق بالشدائد فإن للشدائد قصة ولعلنا نغوص اليوم مع آيات من كتاب الله من سورة القصص هذه السورة العظيمة التي أتت بقصص من أعجب القصص ولا سيما أن القرآن فيه من القصص العظيمة الصادقة ذات المغزى وذات الرسالة وذات الهدف الذي يصنع الحضارة ويؤكد سمو الرسالة فقصص القصص لعلهم يتذكرون هذه السورة سورة القصص فيها من القصص الكثير في قصص موسى وفرعون وقصة تكذيب قريش النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قصة قارون ولعلنا قبل أن ندخل في هذه القصص نتذكر أن هذه القصص جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت وأن يطمئن وأن يوقن وأن الخطة الذي مر بمن قبل سيستمر فإذا كان فرعون الذي طغى وبغى في بني إسرائيل قد جاء مصيره الهلاك فإن فرعون الأمة أبو جهن سيكون مصيره الهلاك فإن الناس الذين استضعفوا في عهد بني إسرائيل قد مكن الله لهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآتنا يقنون وكذلك سيحدث للمسلمين بعد صبرهم ويقينهم وسينتقلون من الضعف إلى القوة ومن الهوان إلى التمكين بحول الله رب العالمين سنم تتكرر وتتجدد ذكر الله في سورة القصص توجيها عجيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فيه وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يعني يا نبي الله يا محمد لم تكن معهم في ذلك المشهد في ذلك الوقت في ذلك الزمان لكننا أخبرناك به وبيناه لك فكان حكما وتعاليم وآيات بينات لتثبت فؤادك ولتفهم ما جاء في كون الله وفي أمر الله ثم جاء التوجيه لقوم محمد ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فأتبع آياتك قريش كانت عندها الزعامة الدينية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أني ما أتيتكم به ليس بدعة من الرسل ما كنت بدعة من الرسل لكن الذي جاء به موسى وعيسى والأنبياء من قبل وإذا جاءكم أمر من أمور الدنيا أو حواديثها قلتم يا ليت أرسلنا رسول ها أنا ذا أتيتكم ثم ماذا فاصل يسير ونواصل بتلسير حياكم الله مرة أخرى ومع هذا التوجيه العظيم في سورة القصص وكيف أن التطبيق العملي لفهمها يحتاجه الداعية وكان يحتاجه من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء التوجيه له فيما يتعلق في الإبتلاءات من قبل فيما يتعلق بأن النهاية بحول الله لأهل الحق وأن الباطل لجلج وأن الحق أبلج وأن الله جل وعلا على كل شيء قدر ثم ذكر الله في نهاية هذه السورة قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم طغيان قارون وهذا من الابتلاء الذي ابتلي به بني إسرائيل من الشدائد التي مرت بهم ابتلاء أصحاب الأموال أصحاب الاقتصاد الذين أجرموا والذين آذوا عباد الله والذين ضيقوا على الناس معيشتهم بغى عليهم تكبر تجبر بماله وبما يملك فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز عند أموال كنوز مفاتيحة مفاتيح بس اللي يفتح فيها الكنوز ما حدد رجلها من ثقل هذه المفاتيح تصوروا كم هي الخزائن يا الله عادة الخزانة تكون بحجم معين والمفتاح يكون صغير يستطيع أن تحمله لكن تخيلوا المفاتيح ثقيل جدا فكيف بالخزائن شيء عجيب أعطاه الله جل وعلا أموالا وكنوزا ما لا يتصور ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلو القوة يعني مجموعة من الرجال يا الله يشيلون مفاتيح الخزائن والكنوز التي عند قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسد هذا التوجيه الكريم من أصحاب العلم والفضل لقارون لم يقبل ماذا كان رده دائما الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من الغنى بدون إيمان يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أرأى مستغنى إذا استغنى طغى إلا بالإيمان الذي يرد الإنسان إلى حقيقته وإلى صوابه أما بدون إيمان يطغى كلا إن إن الإنسان لا يطغى وفعلا طغى قارون قال إنما أتيت على علم عندي الفلوس هذه شطارتي ذهانتي علم عندي وشنو يعني يعني الأموال هذه إنما أتيت على علم عندي فرد الله عليه بهذا المعنى ألم يتذكر من أهلكه الله من قبل ألم يتذكر القرون من قبل لكن الطغيان أسأل الله العفو العافية الآن الناس صاروا مع قارون في مشهد منقسم قسم للأسف عنده حب للمال وحب للوجاهة وتمنوا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون بدون اعتبار الجانب الإيماني وجانب توزيع الأرزاق وجانب أن الله جل وعلا يقدر ما يشاء في هذا الشأن وقسم آخر كان موقف موقف أهل الإيمان ماذا كان مآل القسم الأول والقسم الثاني أزف الوقت نعدكم إن شاء الله في حلقة قادمة أن نذكر ما يتصل بقصة قارون إلى ذلك ومالحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر